يروح السيد المسيح يحطلنا بقى معايير العظمة عنده هو مش عند العالم طيب يا رب معايير العظمة عندك شكلها ايه؟ عند العالم احنا قلنا المركز الاجتماعي والأدبي والمالي وعلى فكرة الحاجات دي مش غلط بالعكس ده ممكن ربنا يدينا كل هزيه الامكانيات بس دي من عنده هو واحنا ما نبقاش عندنا الكبرياء ان احنا الحاجات دي من عندنا يعني ممكن تكون الحاجات دي كلها بركة المركز الادبي والمالي والاجتماعي لكن المهم ان احنا نرجع الفضل والمجد الى الله تعاوا نرجع بقى معايير العظمة عند الله اول معيار للعظمة عند الله هو الاتضاع عشان كده السيد المسيح قال بقى في ايه 4 فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الاعظم في ملكوت السماوات اول معيار للعظمة عند الله لا نكون انسان متضع عايزة لكم معلومة ظهيرة جدا فيه اتنين اتقال عنهم انهم عظماء في الكتاب المقدس عارفين مين السيد المسيح ويحنى المعمدان السيد المسيح كده زي ما بيقولوا كده بالطبيعة لانه كلمة الله المتجسد فهو كده كده الله ظهر في جسد فهو عظيم وده اللي قاله الملك للست العذرة هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابي لقى واحد با دفولت هو عظيم وقيل عن يحنى المعمدان ايضا انه عظيما الملك لما جه بشر زكريا قاله كده لانه يكون عظيما امام الرب عارفين عظمة يحنى المعمدان ليه علشان جملة قالها ينبغي انا لما شاور على السيد المسيح وقال ينبغي انا ذك يزيد واني انا انقص هل احنا بنعمل كده لو كنا عايزين نكون عظماء في نظر الله نعمل كده نحنا نشاور على بعض ونقول ينبغي ان ذك يزيد واني انا انقص ينبغي ان اخوي الكاهن يزيد واني انا انقص ينبغي ان اخوي الخادم يزيد واني انا انقص ينبغي ان زوجتي دزيد واني انا انقص ينبغي ان فلان يزيد واني انا انقص هذا هو سر العظم الحقوقية التي كانت لي حن المعمدان المعيار التاني اسمه عمل وعلم جت في متة خمسة سيد المسيح قال ايه فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السماوات واما من عمل وعلم عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات المعيار التاني للعظم عند السيد المسيح هو عمل وعلم هديكم مثال زي الامب انطونيوس الامب انطونيوس لقبه ايه الكليسة لقبته بايه العظيم اسمه كده بنشتي اف انطونيوس العظيم في الكدسين ليه بقى الكليسة سمت الامب انطونيوس العظيم لانه عمل وعلم نفذ وسيط المسيح عمل بها وعلم بها تلاميذه عشان كده استحق ان الكنيسة تطلق عليها العظيم بنشتي المعيار التالت للعظم عند السيد المسيح جات في متى عشرين حين ايز انت قدمت الهي ام ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا فقال لها ماذا تريدين قالت له كل ان يجلس ابني هذان واحد عن يمينك والاخر عن اليسار في ملكوتك التلاميذ لما شافوا المنظر ده ايه يعني شمعنا يعني شمعنا دول يعني شمعنا يحن ويعب يعني ايه ده بقى هم احنا يعني ما نشبيش ايه ولا ايه سيد المسيح اخد باله فراح عمل ايه بقى يقول كده فلما سمع العشرة اختازوا من اجل الاخرين فدعاهم يسوع وقال قال لهم تعالوا لي كده تعالوا تعالوا وقال اتعلمون انتم تعلمون ان رؤساء الامم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم فلا يكونوا هكذا فيكم طب ايه يا رب عايزنا ايه بل من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما وده المعيار التالت للعظمة عند ربنا يسوع المسيح ان اكون خدمين خدمين لبعض والسيد المسيح نفسه قال كده قال كده عن نفسه لان ابن الانسان ايضا لم يأتي ليغدم بل ليغدب وليبزل نفسه فديتا عن كثيرين والسيد المسيح عمل كده عملي لما نزل على الارض بعد العشاء وغسل ارجل تلميذهم هكذا كان السيد المسيح الخادم الاعظم لانه فدانا على الصليب خلصنا من موت الخطيئة الاصلية ورفع عنا العقوبة والموت والفساد اللي كان ممسكا بينا احبائي تعالوا ان احنا نطلب من الله العظم الحققية العظم الحققية ان احنا نكون متضعين بالحق العظم الحققية ان احنا نرجع ونصير مثل الاطفال لكي ندخل ملكوت السماوات العظم الحققية ان احنا نعمل ونعلم بما نقوله العظم الحققية ان احنا نكون خدمين خدمين للكل اشتركوا في القناة